اشتركوا في القناة بعد أن نجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين تفرق العباد في الأرض طائعين موحدين ولكن الشيطان ما كان ليترك بني آدم على الخير والفطرة الطيبة فوسوس للناس أن أشركوا بالله فأطاعوه بجهل ثم أصروا ثم استكبروا فأرسل الله لهم رسله فكذبوا الرسل ثم أصروا على ضلالهم ثم استكبروا وهكذا كان حال قوم عاد الذين بعث الله فيهم رسولا منهم ليهديهم لصالح العمل فأبه إلا الضلال وفي مدينة إرم كان لنا مثل جلي في رطف الله بعباده حينما بعث فيهم نبيه هودا عليه السلام فكان لهم من الناصحين واستبر على نصحه لهم فكذبوه فما كان عاقبة المكذبين آه أرأيت؟ هذا هو دمدم الذي حدثتك عنه كثيرا يا صدد إنه كما وصفته بالفعل يا شداد وسينفعنا كثيرا في حروبنا مع الأعداء هذا إن وافق فهو فارس متقلب المزاج إذن فلتدعوه في الغد إلى قصر الجبل ولنعرض عليه الأمر سأرسل له اليوم فلو وافق سيكون السهم النافذ في قلب أعدائنا وهود هو ابن شارخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام وكان عاد يسكنون الأحقاف ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام العرب العاربة وهم قبائل كثيرة نذكر منها عاد وثمود وكان قوم عاد هم أول من عبدوا الأصنام بعد الطفان وكانت أصنامهم ثلاثة صد وصمود وهرا فبعث الله فيهم أخاهم هودا عليه السلام كم أنا سعيد ونحن قد شارفنا على الانتهاء من تمثال الإله صمود ستتزين أسواق إرم بهذا الإله العظيم الفخر لنا يا صديقي الفخر لنا جميعا سيكون هذا التمثال العظيم من أكبر وأعظم كل تماثيل إرم سيزوره كل الناس يعبدونه ويعظمونه سيسعد سادة إرم كثيرا بما صنعنا لقد وعدوني بمكافأة عظيمة حين الانتهاء ألفي قطعة ذهبية لكل واحد فينا هكذا كان الوعد إنه عطاء عظيم ونحن نستحقه فنحن من بنينا بأيدينا كل التماثيل لآلهتنا العظيمة هل أتى الأولون بمثل ما أتين به؟ هل استطاع أحد غيرنا أن يسخر الجبال؟ فيبني بيوته وقصوره فيها سوانا؟ هل مجد لقوم عاد؟ ولآلهتنا المقدسة يا ليتكي كنت في الساحة اليوم يا مداحة لقد كانت جولة دموية لا تصدق صيحات الأهالي كانت تملأ الأسواق احكي لي كيف كان القتال؟ أخبرني بما حدث يا شاحب كان الصراع على أشده بين دمدم وقصوره ومن قتل الآخر؟ لقد فعلها دمدم وقتل قصوره يا لا خسارة عاد لقد كان قصوره من أقوى الرجال وأشجعهم بالفعل ولكن انتهى عصره بلا عودة يبدو أن إرما سيكون لها فارس جديد يا مداحة أتقصد دمدم هذا؟ ومن غيره يا زوجتي؟ يا لها من لحظات عظيمة هكذا هم قوم عاد رجالها لا يعرفون الرحمة مبارك لعاد فارسهم الجديد إلى أين أنت ذاهب يا رافع؟ إلى بيت شداد يا أبي هل سادة عاد مجتمعون اليوم؟ وكيف لا؟ وهم على موعد مع فارس عاد الجديد ما كان لشداد أن ينتظر للغد حتى يأخذ بيعة دمدم له بالطاعة وقبول الانضمام لجيشه بالطبع ومن سيكون هناك؟ كل سادة عاد لن يغيب أحد اليوم فهذه ليلة خاصة يا أبي على أي حال؟ اذهب أنت الآن وعندما تعود احكي لي عن كل شيء حدث وليكن عمت مساء يا أبي عمت مساء يا أمي في رعاية صمودة يا ولدي العزيز حفظتك آلهتنا أهلاً أعلم بفارس إرم الكديد أهلاً بكم سادة إرم يسعدني لقاءكم هل تعرف أيها الفارس العظيم؟ لماذا اجتمع قوم عادل اليوم؟ من أجل تولية قيادة جيش إرم بل إعلانك الطاعة لنا أولاً يا تمتم وهل في طاعتكم شك يا سيدي؟ هذه بداية مبشرة إذن ولكن لكي أعلن لكم طاعتي وقبول الولاية منكم أرجو أن تعرفوا شروطي أولاً عن أي شرط تتحدث يا تمتم؟ الغنائم الغنائم سيدي صدد فأنا لن أرضى بما كان يرضى به قصوره فأنا لست كغيري وبطشي ليس كبطش من سبقني وأعتقد أنكم تعرفون ذلك عني أجل أجل نعلم ولكن ما هي شروطك التي تتحدث عنها؟ أهي قصور؟ أم ذهب؟ أم حقول وحدائق؟ كل شيء سيدي شداد أن أختار ما أشاء من العبيد والجواري أختار أنا أولاً دون غيري ويساق ما أريده إلى قصري دون حساب طلب عجيب أيها الفاس المغوار ولكن في كل الأحوال لك ما طلبت هل لك شروط أخرى يا دمدم قبل أن تقسم بقسم الولاء لسادة عاد؟ ليس لي سوى ما طلبت سيدي إذن فلنحتفل جميعاً بفارس إرم الجديد الذي سيحصد الرؤوس الأعداء من الغد يا قوم عاد أنا الأوان لتسعدوا برؤية هذا الإله العظيم تمثال الإله صمود إلهنا الأعظم سيد آلهة الكون قال هود عليه السلام يا قوم يا أهل إرم يا أحفاد نوح عليه السلام أي صيحات تلك التي تكبرون وتقدسون بها ذلك الصنم الأصم الأبكم هود احضر في كلامك وإياك أن تسب آلهتنا مرة أخرى ها أنت قد عدت لضلالك من جديد يا هود كنت أظن أننا قد ارتحنا من تخاريفك تلك يا من تدعي النبوة ألا تمل من هذا السفه يا رجل قال هود فيما معناه يا قوم والله ما بي سفاهة ولكن قولي هو الحق يا قوم كيف تتركون عبادة الله الواحد الأحد وتسجدون لأصنام لا تضر ولا تنفع أين عقولكم كيف تطلب منا أن نتخلى عما تركه لنا الآباء والأجداد قال هود فيما معناه أَوَإِنْ ضَلَّ آبَاؤُكُمْ أَتَتَّبِعُونَ ضَلَالَهُمْ إنما قولك هو الضلال المبين أن تجعل الآلهة إلها واحدا فذلك هو الضلال المبين يا هود لا تغتر بحلمنا عليك فلقد صبرنا عليك كثيرا ونحن لسنا بأهل صبر ولا حلم وأنت تعلم عنا ذلك جيدا فبعزة الآلهة العوالي إن لم ترجع عن أقوالك تلك ليكون لنا معك شأن آخر والآلهة العوالي لن تجرؤ على شيء يا صدد فمن يؤذي رجلاً منا أذى قبيلتنا كلها وأنت تعلم أن قبيلتنا هي الأكبر والأعظم في إرم فاحذر في كلامك يا صدد وهل يرديك يا قابض ما يقوله هود دع هوداً وشأنه فلا ضرر من قوله في إرم فكم من الأعوام وهو يقول ما يقول ولم يؤمن به أحد في إرم ولكنها فتنة يا قابض ونحن نقبل فتنة فينا مدام لم يحمل السيف فلا لوم عليه دعوا هوداً وشأنه وإلا قسماً بالآلهة العوالي لتكون حرباً في إرم لا يعلم مداها أحد